تنظيم الدولة هو يعتبر أن هناك مركزي ثقل أساسيين مركز الثقل مهدد بالسقوط واتفقت أنا والدكتور فواز حول ما يسمى بمعركة الموصل يبقى لديه مركز الثقل الاستراتيجي الأهم وهو الرقة وبالتالي علينا أن نضع معركة تدمر أنا مجهة نظري الخاصة أن نضعها أن التنظيم يوظف معركة تدمر في البعد الجغرافي والاستراتيجي وفي البعد الاقتصادي من أجل معركة الرقة وبالتالي هو يستغل المساحات الإضافية لإدارة المعارك في حرب الإعاقة يستغل المصادر في تعزيز قدراته ويستغل ما استولى عليه من أسلحة في تعزيز قدراته العسكرية لهذا السبب أنا أرى أن معركة البام منفصلة إلى حد كبير عن ما يجري في حلب وما يجري في الرقة